أعلنت الحكومة عن انتهاء المرحلة الرابعة من دورات تدريبية المؤهلة لسوق العمل في إطار المبادرتين الرئاسيتين حياة كريمة ومراكب النجاح يهدف التدريب المنفذ في ست محافظات ضمن جهود الدولة لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للشباب والنساء ودول الاحتياجات الخاصة وذلك لدعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل بالإضافة إلى رفع وعي الشباب بمخاطر الهجرة غير الشرعية وما قد ينتج عنه من مخاطر بالتوازي مع تطوير القرى الأكثر احتياجا وبلغ إجمالي المستهدفين من الدفع الرابعة 894 مستفيدا وبذلك يصل إجمالي عدد المستفيدين من الدفعات الأربعة خلال المرحلة الأولى إلى 2711 مستفيدا